السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته دارتنا اليوم أبناء الأعزاء وهو ما أغدية الحيوانات إذن ما أغدية الحيوانات على بركة الله نبدأ لاحظوا جيدا معي الصورة أبنائي لاحظوا جيدا إذن ماذا لاحظتم؟ نعم نلاحظ طائرا يأكل ماذا يأكل؟ حبوبا ربما يأكل حبوبا إذن من يعطيني تساؤلا؟ نعم التساؤل ما هي أغدية الحيوانات؟ نعم ومن يعطيني فرضية؟ جيد الفرضية ربما بعضها تتغذى على الحيوانات وأخرى بالنباتات جيد لنتحقق من ذلك أضع رقم الحيواني في خانة غذائه المفضل إذن لدينا من خلال هذه البطاقة مجموعة من الحيوانات رقم واحد فأر رقم اثنان أرنب رقم ثلاثة أسد رقم أربعة فعلب ورقم خمسة طائر كاسر إذن مجموعة من الحيوانات سوف نضع أرقامها في الغذاء المفضل لدينا مجموعة من الأغلية لدينا جزر غذال دجاج سمك حبوب إذن الجزر من الذي يتناول الجزر جيد الأرنب إذن الأرنب هو رقم اثنان إذن نكتب اثنان إذن الأرنب يفضل الجزر البطاقة الثانية وهي غذال من الذي يتناول الغذال من بين هذه الحيوانات نعم الأسد الأسد وهو رقم ثلاثة إذن نكتب ثلاثة نمر إلى بطاقة دجاج من الذي يتناول الدجاج هل الفأر هل الطائر هل الثعلب نعم الثعلب الثعلب وهو رقم أربعة إذن نكتب أربعة نمر إلى بطاقة الموالية وهي بطاقة سمك من الذي يتناول السمك من بين الفأر والطائر جيد الطائر إذن الطائر رقم خمسة إذن الطائر يأكل السمك نكتب خمسة نمر إلى الحبوب من الذي يأكل الحبوب الفأر جيد إذن نكتب رقم واحد إذن ماذا نستنتج من هذا التمرين أو هذا النشاط استخلص إذن استخلص لكل حيوان غذاؤه المفضل في الطبيعة لكل حيوان غذاؤه المفضل في الطبيعة تتغذى الحيوانات بالنباتات والآشاب أو بحيوانات أخرى إذن تتغذى الحيوانات بالنباتات والآشاب أو بحيوانات أخرى شكرا أبناء الأعزاء وفي درس لاحق